أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر تركز على تنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحديية الرقمية في مصر وخلال استقبله الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة للتكنولوجيا أمان ديب سينجيل أكد عبد العاطي على أن تعيين المسؤول في هذا المنصب المستحدث يعكس الاهتمام المتنامي بمجال التكنولوجيا والتعاون الدولي في المجال الرقمي في إطار تحقيق هداف التنمية المستدامة وصلت عبد العاطي الدوء على الاهتمام الذي توليه مصر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في إطار منصة مصر الرقمية والتي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات